ايه رأييكم النهاردة البنت اللي نزل بنصكم و قط آه حرية عم الشيخ انت ايه ايه بأ ايه دي حرية لا دا العدام حياء مش حرية دا اسمه العدام حياء ايه رأييكم النهاردة الست لما تكون أعدى في بتايلة دا عدام دين وانعدام حياء ما فيش أخلاق ما فيش دين ما تعلموش ما تربوش ليه اسمع كده ستنا عائشة وقفت قدام الكلام ده كلام صعب قوي ستنا عائشة بتحكي على مشهد انتو عارفين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دوفنا في بيت أمنا عائشة صح ودوفنا بجواره الصديق صح حد الوقت الدنيا عادية ان ستنا عائشة تخش على سيدنا النبي مهجوزها وتخش على مين على أبو بكر مابوها طيب فلما دوفنا عمر ايه اللي حصل اسمع ستنا عائشة بتقول ايه الاول كنت بخش متخففة من سوبي شعري عاري سدري عاري نحري عاري لكن اه لا فلما دوفنا عمر ما دخلت إلا وانا ثيابي مجدودة علي حياء من عمر حتى هو ميت اه عندهم حياة عندهم دين سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وارضاه كان اذا خل بنفسه ليقضي حاجته كان يتقنع بثوبه حياء من ربي شوفوا الجمال حياء من ربي مش النهاردة عندنا إلا ما رحم ربي البيوت بزرميت تلاقي الست قاعدة كل داخل عليها وخارج والدعوة اصليحنا متربين سوا اصليحنا اخوات اصليحنا عريف بعض اصلي ده بتعيلة اصلي مش عارف ايه ده كلام فايخ تلاقي البنت نازلة حرية شخصية انتم ملكوا يا مشايخ لا يا حبيبي ده نعدم دين ده نعدم اخلاق ليه لان الحياء لا يعني خلع الملابس ابدا وانما الحشمة هي الحياء هو ده بقى الحياء هو الحشمة الحرية حشمة خد بالك من الكلام ده كويس قوي ولذلك ادم الشيء بالشيء يذكر يبقى لازم نقف هنا خدوا بالكم العرب ارجع بيكم للعرب ابو سفيان كان مشرك مش كده وهراكل بيسأله على النبي فكان بيقول كلام صدق على النبي مكدبش ليه فبيقول فوالله لو لا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبتوا علي يعني خايف حياءا ان العرب يقولوا على ابو سفيان ان هو كذب طيب من مظاهر قلة الحياء ايه المجاهرة بالزنوب والمعاصم برح عملت وسويت وتركت من المظاهر قلة الحياء وانعدم الحياء ايه ان البيوت تبقى على الاهاوب تبقى على شاشات الفضائيات نسمع الكلام اللي ماينفعش يطلع ونسمع الكلام في البيوت اللي حصل بين الراجل ومراته تخيلوا ده على النواصي وعلى الاهاوي وفي مراكز الشباب وفي النوادي وفي حديث الاصدقاء ده مافيش حياء مافيش دين اه بالمناسبة قبل منسى انا اصلا انا مبارح كنت بعمل شات مع واحدة صحبتي اه اتعرفت عليها على الفيس كده ده مافيش دين يا حبيبي ولا حياء خد بالك من عدم الحياء انت تحدث مع المرأة بلا داع وطبعا الشات ما بيجيبش إلا كل مصيبة إلا كل خيانة إلا كل بلوة إلا مرحمة ربي خد بالك ولذلك خدوا بالكم بقى انا يا عم الشيخ الصدى صاحب زميلي في الشوق زميلك ايه حبيبتي تعالى الله يديك تعالى انا يا عم الشيخ انت هتشك فيه انت هتخولني يا عم الشيخ انا مش هتفرج على البرنامج تاني عنك ما تفرجت يا مام لكن اسمعي ربنا بيقول لأطهر ناس على الوجود بعد النبي اللي هم نساء بيقول لهم ايه فلا تفضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وبعدين ما قالش تنزل ابن الصكم وتقولي حرية لا قال لهم كده ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ما قالش تخرجي على الفضو ومليان وتقولي حرية لا قال لهم كده وقلن في بيوتكم شوف الاسلام ولذلك سيدنا عمر بيتكلم على ستنا اللي هي زوجة سيدنا موسى اللي هي بنت الرجل الصالح شعيب لما جات لسيدنا موسى الفاقبلت اليه ليست بسلفع من النساء ولا خراجة ولا ولاجة واضعة سوبها على وجهها يعني ايه يعني لا صليطة ولا جريئة ولا ماشية ماشية مش مزبوطة ولا لبسة ملابس مش مزبوطة ولا صوتها عالي انما تتأدب بأدب وتتحدث بحياء خد بالك من الحياء برضك ان حضرتك ما تخلوش بمرأة وانت مش محرم ليها خالص لا ينفع بقى صداء اخو جوزي ده انصار سألوا النبف ده في كل غير فيه اقارب المرأة من غير محرمها يعني ايه يعني اخو جوز يعني ابو جوز يعني مش عارف ايه فقال النبي صلى الله عليه الاسهار من الجانبين ما عندناش الكلام ده الزيطة دي مش عندنا في الاسلام البزرامي ده مش عندنا في الاسلام ابدا احنا عندنا اسلام لقيود عندنا من الاسلام احترام العورات وسطر العورات ما ينفعش الام تقعد قدام عيالها البالغين بيقط ولا ينفع ان هي تلبس قدام عيالها البالغين انا اسف وتطلع ريانة من الحمام والعي اللي شوفها بالفوطة ولا العي اللي شوفها بالبشكير وحرية ولا يشوفها بالراب ما ينفعش ده فيه ادب زي ما محترم حضرتك من الحياة ان انت ما تكشفش بنتك او ما تهتكش ستر بنتك خارجة من الحمام حركة تعمل كده او تعلمها تلبس في الحمام ولما تيجي داخل بيتها او داخل عليها عوضتها تخبط حياة وادب ده النبي امر ان نستأذن على الام استأذن رسول الله على الزهراء مش كده ولا ايه البيوت يا جماعة ما جعلتش كده انما البيوت لها شرومات اشتركوا في القناة